بداية عايزين اعرف من حضرتك طبيعة الاكتئاب الموسمي علميا وطبيا توصيفه ايه احنا عارفين ان ربنا خلق مزاجنا متقلب عمتا مفيش حد مزاجه سابر طول الوقت بعض الناس مع تغير الفصول وتغير البيئة الجو ساعات النهار تغيرات كده كتير بتحصل بيحصل لهم نوع من التغيرات الهرمونية والكيميائية في جهزهم العصر معظمنا بيجينا نوع من الاسى او الشجن مع دخول الخريف او مع دخول الشتاء لكن ده مش اكتئاب ده مجرد تغيرات مزاجية بسيطة كلنا بنشعر بيها وبنعيش حياتنا عادي واخرين وده اقل شوية بيجي لهم تغيرات مزاجية ايجابية بالعكس بقى تغيرات كيميائيات ديهم نشاط فيه ناس تحب الشتاء والقريف لكن الاعام بيحصل العصر ده بيتوصف على ايه فاندي يعني على حسب على ربنا خلقنا ازاي احنا بنسميها اللي هو التكوين الجيني بتاعنا كل واحد جيناته مختلفة عن الاخر لكن بعض الناس مع تغير الفصول خصوصا دخول الشتاء بيجي لهم بقى ما يطلق عليه اضطراب الاكتئاب او مرض الاكتئاب وده ليس فقط حزن وقس وشجم ده حاجة اكبر من كده تشتمل على فقدان الطاقة ببقى ما فيهش نفس اعمل اي حاجة وبنسميها كمان فقدان النفس حضرتك ايه لو عنده اكتئاب ما يطلق الفصول انا لا فيه نفس ولا ليه نفس ده كمان بيصحبه ودي حاجة يعني مؤسفة الحقيقة افكار سودوية او افكار سلبية لكنها احتلت دماغي البناء ادم فدائما يرى كل شيء اسود كل شيء حزين كل شيء الجانب السلبي فيه طبعا ده بيؤدي مع الوقت وخصوصا لو استمر الفترة الى اعاقة عن القيام بادورنا في الحياة لو انا ام مقدرش اخد بالي من ولادي لو انا اب مش قادر الالعب دوره الاب لو انا موزيع زي ساعتك مقدرش اجي الشغل وبالتدريج بالتدريج لو ما تعالكش ممكن بقى يؤدي ما شاء الله الى بقى تمني الموت واشياء مضغفات خطيرة جدا ولكن في معظم الاحوال ده لا يحدث بتبقى فترة مؤقتة وبيعود الانسان الى طبيعاته بعد كده ده دكتور يعني حضارك قلت في البداية انه في ناس ممكن مزاجهم يتغير ان كان مع دخول الشتاء او مع دخول الصيف لكن فكرة الاكتئاب الموسمي ده بيكون سبب ويختلف عن ايه عن تغير المزاج كلنا عندنا تغيرات مزاجية حتى على مدار اليوم اما الاكتئاب فده مرض زي السكر زي الضغط عبارة عن تغيرات كيميائية وعصبية فيما يطلق عليه الدوائر العصبية في المخ متعلقة بالمقص ساعات الشمس يعني دايما مع دخول الخريف عدد ساعات تعرضنا للشمس بتقل الجو بيبرد وكأنها تغيرات قد تكون فيسيولوجية مفيدة في الاول ان احنا بنحافظ على طاقتنا عشان الدنيا هتتيتبرد ومحتاجين ايه نستريح شوية ولكن في بعض الناس اللي عندهم هذا الاضطراب هذا المرض زي ما الانسولين بيقل جدا في امراض السكر مادة اسمها السريزونين والدوبامين بتقل جدا في الجهاز العصبي فبيجيلي اضطراب الاكتئاب وليس التغير المزاجي الطبيعي اللي كلنا بيحصل للك